من جنبه أكد المقدم طبيب بمنافل قحطاني استشاري والأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن الزيادة في عدد الحالات القائمة نتيجة عن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الوزارة بالفحص العشوائي مؤكدا على ضرورة اتباع قاعدة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة نحن قلنا لكم في أحد المؤتمرات السابقة ستكون هناك زيادة وهذه زيادة متوقعة بسبب الحملة الاستباقية التي عملناها لأخواننا من العمالة الوافدة إذا تعرفون أحد أهم أسباب هذه الزيادة المتوقعة والتي نحن دائما نأكد عليها في جميع المؤتمرات هو بسبب تجمعهم في مساكنهم وهذه مرة ثانية يؤكد على النظرية اللي دائما نحن كنا ننصح فيها أن أهم سبل في التصدي لهذا الفيروس هو التباعد الاجتماعي السيف زون أو المسافة الأمان اللي نحن كنا دائما نحرص عليها ونشدد عليها أهمية ارتداء الكمامات تكلمنا عليها في عدة مؤتمرات وبينا أهميتها أهمية الكمامات هي الارتداء لجميع الأشخاص هي فعلا تمنع من انتشار الفيروس داخل المجتمع إذا أنت كنت خارج البيت يفضل أنك تتحط الكمام دراسات عديدة أثبتت عليها السلايد اللي وراي بيّن درجة الخطورة إذا الشخص حتى لما كانت عنده عوارض ولكن قد يكون حامل للفيروس وأثناء العطس أو أثناء استخدام الرذاذ التنفسي أثناء الشهيق والزفير عدم وجود الكمام قد يؤدي إلى أن نقاط من الرذاذ تنزل على السطح ويشخص تاني يلمسها وهذا يأكد على ضرورة قسل اليدين يأكد على ضرورة قسل الأسطح ويأكد على ضرورة لبس الكمام بيكون من أفضل السبل لمنع انتشار الفيروس